اشتركوا في القناة اصدر مجلس النواب تقريرا حول المحروقات في اطار مهم استطلاعي كان لها مكان والدتي كانت حول هوامش الربح وهوامش الربح طبعا يعلمها الجميع نقولها ونكررها الاستهلاك المغاربة من المحروقات هو حوالي 7 مليون طن الفارق الذي كان في 2016 و 2017 و 2018 والذي اعطتنا الحكومة الاقل هو درهم بالاضافة الهوامش الربح اللي هي مقررة في اطار بنية الاسعار مني كان ضربوا 7 مليون طن في درهم هي 7 مليار مني كان ضربوا طن في الف لتر هي 7 مليار ديال الدرهم 7 مليار ديال الدرهم ضربناها في عام 2014 ازناع لها 4 شوطة 17 مليار ديال الدرهم هذا الحراق حرق الحكومة طلبت مجلس المنافسة الرأي دياله حول تسقيف جاوباته بعدها تنصب مجلس المنافسة وكان توصية ديال للجنة من اجل تنصيب مجلس المنافسة وتنصب مجلس الملك في نوفمبر 2018 طلبت من الحكومة بدأت 2019 رأي دياله حول تسقيف دار الرأي دياله في أسبوع أو أسبوعين قلت شيء لك تديره ما يقوله هذا شيء يدر من كيرا كانت تخصصوا عدد الإجراءات إلى غير ذلك بعد ذلك حول أرباح الشركات بقنا كانت سنة وشهور ثم صدرت تسريبات هذه تسريبات تقول بأنه كانت وطأ واختلفوا حول لها ما حال غير يدير لهم ديال الجزاء وخمسة وشستة وثمانية وش عطراف المياه وش على ثلاثة الشركات الأولى وش على عليهم كاملين وعلى قتوب كذلك بشفر دافر وش كونسيليده وش ديال بره وش الداخل والشركة وش الهولدين هؤلاء الاختلاف هؤلاء التسريبات هؤلاء التقارير التي رفعت إلى الدول الملكي بعد ذلك تدخل جهة الملك ودير الجناء لأوكل إليها دراسة الجانب دعني نقوله بكل واضح ما سيد بلك يتبتها في الموضوع تبتها في الشكل هو اللي جانا اليوم إذا تدخل جهة الملكي التي تدخل جهة القانون ولذلك نحن لم نتردد لم نتخلق الوقت وخار رئيس للجنة المالية مع الحكومة حاولوا تشدوزوه بسرعة نحن لم نتعلم مشكلة في السرعة لأننا نريد أن يخدم هذا المجلس المنافس لأن هذا الرئيس الله يغفر له ما قال قال لك وضع فيما يتعلق بالمحروقات هذا التقرير الذي في جميع الأعضاء 12 غير هو الذي يريد قال لك يجب أن يتغير القانون وصير الضيم وصير المغاربة تحرقون مرة أخرى هذا الملف المحروقات تحرق هذا الرئيس ومشبه له وإذا كان الرئيس قال لك لا يقصوش تتغير القانون نحن سيدين لا يريد أن نقشوا القانون لا يجعلون لدينا تعديل تفضل قم بالواجف سيدين سيكون المجلس مع المشتشارين وصير حتى النوفمبر يمكن أن يخرج القانون يمكن أن هذا المجلس يبدو منف المحروقات وتحرقوا المغاربة الدستور هذا الرئيس يقول بأنه خيكل الهتكار وقال لك الهتكار قانوني قال لك لا يجرمه القانون يا شريف الفص ثلاثة من الدستور الفص مئة والسسوسين ديال المجلس المنافسة الذي يقول بأنه يجب أن يعاقب على الهتكار وقال لنا عندما يأتي تجيب المالك وجانة تقرار في وضعية الرئيس سرية المدولات تضرب مصالح تجريح في الأعضاء إصدر ما بدأت وجهه العقوبات وهي التقرير ويقول الرئيس برأسه من إصدر قال من إصدر الرأي دياله حول الزيوت شنو هي وضعية دياله كمدير سابق لإحدى الشركات واللي ما استطعش في هذا التقرير أنه يتخذ حتى شي عقوبة حتى شي عقوبة قال بأنه كيل الهتكار في الزيوت كيل ثلاثة شركات وجوز منهم حتى قرار كثر من ثمانين في المية لم يجروا على اتخاذ أي قرار ولذلك اليوم نحن نخشى نخشى أن هذا مجلس المنافسة ما يقوم بالدور دياله نحن ننبه Bi'أن وكيخصوكم بالدور دياله كان قطاعات فيها الحتيكار شركة المحروقات فيها الحتيكار زيوت فيها الحتيكار الإسمان فيها الحتيكار المؤسسات البنكية فيها الحتيكار أش؟ أش؟ هتجر أسيد على الحكومة أش؟ غيدس المنافسة زيادات اليوم اللي كنا في المحروقات تكلمنا عليها كثير وكان قول بأن هناك أرباح غير أخلاقية سيدة الوزيرة وكان قولها عنكم إجراءة تاخدوها أقل شيء دروعيك بحل الدولة هذه اللي ربما ربما إحدى الشركات الدولية التي تدخلت بأنه هذه التبنيات الميام الرأس المال من رقم معاملات المجمع فيه حتى على بره هذه الشركة اليوم تقر بأنها عندها أرباح في فرنسا وهي تشتغل عندنا أرباح ديالة في فرنسا يعني كتعطي منها للشعب الفرنسي وهنايا هذا الشعب المغربي ما يستحقش حتى هو التنزلات ديال ثمانيات ديال سنتيم للأورو لذا ارتجوز مرات فنقول للشركات الكبرى والشركة الأولى التي كنا في المغرب أن تفعلها ما فعلها ما فعلتها الشركات الأخرى وللحكومة أن تستدخل كما تفضل الإخوان من خلال الدرائب من خلال رسم ديال السيراد ومن خلال كذلك الزاطفية واللي الآن الأرباح ديالة 18 مليار شكرا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في قناة أشكين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين إذا عجبكم المحتوى فارتجوه مع أصدقائكم ولمزيدنا الأخبار تليشارجوا تطبيق أشكين من بلاي ستور واب ستور ترجمة نانسي قنقر